مهرجان ذهب المنامة مهرجان هذا العام بمشاركة أكثر من 300 متجر للمجوهرات والذهب جامعان المهرجان بذلك المكان المناسب والجودة الممتازة التي تجذب المواطنين والمقيمين والسياح لاقتناء الذهب البحريني للسمعة العريقة والتجول وسط سوق المنامة في جو تمتزج فيه الحدثة والأصالة الذهب البحريني وضع نفسه في مكانة مرموقة بسبب تمييزه بالصياغة والصناعة وتتميز هذه النسخة من المهرجان بالتعاون مع الفنانين البحرينيين الذين عكسوا فن الذهب البحريني بكل تفاصيله في هذه النسخة تحديدا صار عندنا أكثر من 300 مشارك من متاجر المجوهرات والذهب والهدف الرئيسي من مهرجان الذهب وهو الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية وأيضا وضع سوق المنامة في الخارطة السياحية الإقليمية والدولية وفي نفس الوقت نحن ننظر لها من ناحية أنه كيف ممكن نروج حق صناعة الذهب البحريني اللي نحن كلنا فخورين فيه ونحتاس فيه في هذه النسخة تحديدا عملنا مع الفنانين البحرينيين على أساس أنهم يقدرون يعكسون فن الذهب البحريني من خلال مهرجان ذهب المنامة وستتخلل فعاليات المهرجان تنظيم عروض ترويجية أسبوعية وإجراء سحبات على جوائز قيمة وعروض مميزة لمصممين مجوهرات وأصاغة الذهب إضافة إلى إقامة متحف للذهب وسوق للبيع بالتجزئة الفورية وعروض موسيقية وفنية متنوعة إلى جانب عرض عدد من الأعمال الفنية التي تعكس تاريخ صياغة الذهب في مملكة البحرين طبعا شاهدنا أن هناك إقبال كبير جدا خاصة أن هذه المهرجان يبتدي من اليوم إلى نهاية شهر خمسة ولاحظنا أيضا أن جميع المتاجر المشاركة معانا ستقدم عروض أسبوعية ترويجية لزوار مهرجان ذهب المنامة مملكة البحرين تعتبر أول دولة في المنطقة تنشئ أنظمة وتشريعات خاصة بالمصوغات الذهبية وتنظيم عمليات إنتاجها وممارسة تصديرها ويأتي مهرجان ذهب المنامة لإبراز التاريخ العريق في هذا المجال وليعكس تفرد المملكة بصياغة لا مثيل لها للذهب على مستوى المنطقة والعالم تجربة تسوق استثنائية في مهرجان ذهب المنامة وسط واحد من أقدم الأسواق في منطقتين الخليج العربي والشرق الأوسط سوق المنامة الذي يتزين اليوم في هذا المهرجان في مجال صياغة الذهب وصناعته شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين